لقد ولدت من جديد هذا ما تردده تالي فحيمة عندما تسأل عن شعورها بعد اعتناق الاسلام رحلة طويلة خاضتها ناشطة السلام الاسرائيلية من اصول يهودية مغربية في البحث عن الذات والتأمل في ممارسات جيش الاحتلال الاسرائيلي وقمعه للشعب الفلسطيني رحلة وجدت خلالها فحيمة بالاسلام دينا ونهجا واسلوب حياة وحضنا دافئا لقد اثرت شخصية الشيخ رائد صلاح ومواقفه الوطنية على قرارها الذي اتخذته كما تقول عن قناعة تم الا اختيار الله ان اعتنق الاسلام ان ذلك اكثر من ان تولد من جديد والمقاومة محنى كانت قوية لا تصمد طويلا دون الجانب الروحاني تعيش فحيمة في قرية عرعر في المثلث في كنف عائلة عربية مسلمة احتضنتها وساعدتها على تجاوز حال الاغتراب الذي تعيشه بعيدا عن اسرتها تقدم معظم وقتها في دراسة الاسلام ولغة العربية وخضور حلقات الدين مع الشيخين رائد فتحي ويوسف الباز الذين اسلمت على يديهما تشعر فحيمة بسعادة غامرة هذه الايام في حفظ القرآن الكريم وتعلم اركان الاسلام والتعرف على ما يحمله من معاني انسانية وروحانية جميلة تالي كانت تبحث عن الحقيقة وكانت تبحث عن السعادة وكان في فطرتها شيء يناديها نحو الاسلام كانت تسأل عن هذا الوجود وكانت تسأل عن حقيقة الله وعن حقيقة علاقة الانسان بخالقه نحاول ان نخلق الجو المناسب لتالي فحيمة الجو الذي ليس فيه الطرابات نفسية ليس فيه توجسات ليس فيه تخوف من المستقبل القريب او البعيد ليس فيه تردد من ان اغشس وان كان مجتمع الفلسطيني العربي او حتى مجتمع اليهودي ان تعود اليه بتالي فحيمة ذات الهوية الاسلامية العقائدية الجديدة اعتماق الاسلامي بالنسبة لفحيمة خطوة متقدمة في البحث عن قيم العدل والتسامح خطوة تتوج سنوات طويلة قدتها في النضال لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته ولربما في ذلك محاولة ايضا لقطع سلطها بمعدن يذكرها بالوجه البشعي للاحتلال فمن مجندة مشبعة بالافكار السهيونية والاستعلاء على العرب حدث التحول في حياة فحيمة لتصبح ناشطة سلام تتعاطف مع الفلسطينيين ومعاناتهم برزت في اوج الانتفاضة الفلسطينية الثانية عندما رافقت رجال المقاومة فيجينين وشكلت درعا بشريا كما تقول لقائد كتائب شهداء الاقصى زكريا زبيدي الذي كان مطاردا ومهددا بالاغتيال من قبل اسرائيل علاقة دفعت ثمنها سجنا ثلاثة اعوام ياسكرام الجزيرة بلدة عراء